نجديد صباح الخير لكم وهلأ وصلنا مع كل محورنا الثانية اللي بنا نحكي فيه عن نشاطات وبرامج جمعية الشباب الخيرية التنموية طبعا التي تسعى لتحقيق النموذج الرائد للعمل التنموي الأهلي المنظم لدعم مختلف الشرائح المجتمعية بعمل مختلف القطاعات والهيئات العامة عبر مراكزها بيكلم من اللادئية وترطوس وديباشق طبعا نتعرف على جمعية الشباب الخيرية ونشاطاتها وبرامجها وأيضا أهدافها رح يكون معنا الأستاذ رامي ندي مدير المركز الطبي في محافظة ترطوس اللي بنرحب فيه طبعا بصباحنا لليوم أهلا وسهلا فيك أستاذ رامي صباح خير أهلا وسهلا فيك أستاذ رامي أهلا وسهلا فيك والحمد لله السلام الله يسلامك يا رب أنت حضرتك موجودة يعني خلينا نقولها ممثل عن الجمعية الخيرية أو جمعية الشباب الخيرية لحتى طبعا نحكي عن كامل أنشطة بالمحافظات الثلاثة وطبعا توزع حملاتها المتنوعة اللي كانت طبعا خلال نشاطكم يعني خلال عدة سنوات بالبداية خلينا نتعرف أكثر على جمعية الشباب الخيرية وشو كان هي أهدافها جمعية الشباب الخيرية جمعية أسست بعام 2005 بما قرأ بدمشق بدمار الجمعية تهدف لمساعدة الفقراء مكافحة التسول محو الأمية تأمين خدمات طبية للأسر الفقيرة لزوء الشهداء لجرحة الجيش العربي السوري بالإضافة لمتابعة مساعدة الأيتام وتأمين فرص عمل تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يعني قدم تقريبا شريحة واسعة من خدمات للناس المحتاجين تمام يعني جمعية الشباب الخيرية مثل ما يعني فينا نحكي بعض أهدافها وتفاصيلها هي تنمية الشرائح المجتمعية المختلفة بشكل معاصر مؤسساتي يعني خلينا نحكي عن هذا الهدف بشكل خاص يعني كمجموعة ضمن الجمعية يعني ربما متطوعين أو كهيئة يعني خلينا نحكي عن موضوعها بشكل خاص لجمعية الشباب الخيرية تماما هلا الجمعية بتشمل فينا نقول تلات تلات برامج هي البرنامج التنموي البرنامج الدعم وبرنامج الخدمات الاجتماعية بالنسبة للبرنامج التنموي هو بشمل بالدرجة الأولى مراكز الخدمات الطبية من تشرب عدة محافظات عندك كارفانات المتنقلة هي عيادات متنقلة عندك مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لمركز الشباب التدريبة ومركز سقبل المجتمعي يعني طبعا المراكز الطبية هي مراكز منتشرة بدمشق ريف دمشق طرطوس اللاتقية وحاليا بدير الزور أما بالنسبة للكارفانات فهي موجودة بدرعة بريف دمشق وبحماء وكانت موجودة بدير الزور كمان حالو يعني أغلب تقريبا خلينا نقول للمحافظات السورية موجودة يعني خلينا نقول لجهودكم ضمن هذه الجمعية لحتى القدم الدعم التنموي والاجتماعي والإنساني وأيضا العلاجي يعني فيه الشق الطبي كان هو الأهم أو اللي ما يذكر بالجمعية تقديم طبعا الدعم العلاجي المجاني طبعا لشرائح أو بمستويات خلينا نقول مختلفة خلينا نحكي عن هذا الشق الكتير مهم الشق الطبي وتقديم العلاجات تمام بالنسبة للشق الطبي هو بياخد القسم الأوسع من الجمعية والخصص الأكبر بالجمعية المراكزنا هي فينا نقول عبارة عن مراكز مشافي مصغرة هي بتحوي على أقسام مختلفة من عيادات شاملة قسم إسعاف قسم أشعة وعيادات أسنان بيقدم تقريبا كل الخدمات المتوافرة الموجودة يعني عندك مثلا بقسم الإسعاف وهو بيقدم كامل خدمات للعلاقة بالإسعافات الأولية الجراحات الصغرى الكسور والردود والحروق جلسات الأرزاز الأكسجين على مدار الساعة قسم الأشعة بيقدم أشعة بسيطة البانوراما، سيفالو، متريك يعني تقريبا فينا نقول كل شيء نابرة الأنوى على الإناجية تماما نتابع أستاذ رامي بعض الصور من أنشطتكم ربما تشوفها معنا على المونيتور خبرنا يعني هاي الأنشطة وين بالظبط يعني شو هي الأنشطة؟ هذا النشاط بدريكيش من ضمن حملة تحسين ونظافة مدينتي تم التعاون مع الأمان السوري للثوابط الوطنية واللي بتهدف لتنظيف شوارع مدينة دريكيش طبعا نحن هون كان لنا دور بأنه قدمنا محاضرة توعوية بحكم أنه نحكي لنا بشهر توعيد لمرض سرطان الثادي بالإضافة لإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا يعني شاركتوا بعدة حملات توعوية وبيئية أيضا من ضمنها عم نشوف هلأ الصور وهي الحملات على أرض الواقع نحكي عن هاي الحملات وأهميتها بالنسبة للكون بالنسبة للناس اللي عم تجتمعوا فيها وعم بتأدمولهم هاي التغطية التوعوية بشكل عام تماما هلا بالنسبة لأمور البيئة هلا مثل ما بنعرف والناس بتتابع الأخبار هلا الموضوع البيئة أخذ صدع عالمي ومؤتمرات دولية بالنسبة لموضوع البيئة فهو موضوع كتير مهم ونحن نحاول قدر الإمكان أن نشارك بفعاليات بتنور على هالموضوع هات وخصوصا نحن كان لنا مشروع كتير مهم يعني بدمشق هو مشروع ضفاف الياسمين واللي كان بالتعاون مع محافظة دمشق والبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم فيه تنظيف مجرى نهر بردة من منطقة دمار لمنطقة الربوي وتم نشر حملات توعية بضرورة عدم رمي القمامة ضمن مجرى النهر بالإضافة لأنه محافظة تلوص ومحافظة عن نظاف البيئة فمنحاول أنه نحن قدر إمكانا نضوع هالأمور الموضوع يعني شملت عدة حملات بيئية وتوعوية بمراكزكم بيئة المحافظات كمان كان للشباب والأطفال حصة بخدماتكم ودعمكم أيضا التوعوي والتوجيهي خصوصي لشريحة الشباب يعني نحن شفناها بأكثر من حملات توعوية ندوات أيضا توجيهية وتوعوية للشباب وخصوصي بمخاطر الممكن أن تكون هي منتشرة بالآونة الأخيرة يعني شفنا من خلال ندواتكم كمان بمركزكم سواء كامل مركزكم بجبلة أو حتى هون بلاد محافظة لدينا عم نحكي أو حتى بمركزكم ببيت يا صوت يعني خبرنا عن هذه الحملات اللي قمتم فيها كان كمان كمان على مستوى الجمعية تمام هلأ على مستوى الجمعية إحنا موضوع الشباب موضوع كتير مهم وخصوصي بالفترة الصعبة اللي مر فيها البلد فدائما الهدف أنه نشر التوعية بعدة مجالات وبالإضافة لتمكين الشباب وإعادة دمجهم ضمن المجتمع من خلال تركيز على الأمور المهنية وكان إلنا مشروع كتير حلو بالشام هو مشروع مكتب الشباب الخدمات الفنية اللي هو بساعد على تأمين فرص عمل للشباب الوافدين ومساعدتهم على تأمين دخل السابق توفير الفرص موضوع تماما بالإضافة لأنه مثلا إحنا قمنا بتعافي بالزمن موضوع المنشطات الرياضية هذا موضوع كتير خطير وتم عساسه تم نشر فعالية التوعية بمركز الياسمين ببيت ياشوت والتوعية على مخاطر هذه المنشطات وأثر السيء والمستقبلي على الشباب نعم أستاذ رامي نحن حكينا عن أهمية الحملات التوعوية البيئية وأهمية مشاركة الأطفال والشباب يعني هنالشريحة المستهدفة يعني ضمن هاي الجمعية كمان للمرأة كان إلى حصة كبيرة يعني ضمن هاي الجمعية جمعية الشباب كان إلى دور أيضا وخاصة بتمكين المرأة كدور مجتمعي يعني ضمن الجمعية وأيضا كتغطية توعوية لربما النساء اللي ممكن أو الصبايا أو السيدات اللي بتلتقوا فيهم خبرنا عن أهمية دور المرأة ومشاركتها بجمعية الشباب طبعا المرأة كنا نعرف أنه إلى الجزء الأهم بالمجتمع وإلى دور كتير كبير فيه فنحن بالجمعية حاولنا نركز على موضوع السيدات بطناء أهمية الاهتمام الأكبر لأيرون صحيح وخصوصي عن طريق المركز المجتمعي في صغبة اللي هو بمركز بقدم خدمات الدعم النفسي للسيدات بالإضافة للتوعية ضد العنف القايم على المرأة المرأة بالإضافة لأنه تمكين المرأة وإعطاء دورات بمهنية وتمكنهم أن يكونوا فاعلين بالمجتمع وأن يساعدوا بتأمين سبل المعيشة بالإضافة لأنه نحن كان إلى دور بالأمور الطبية من خلال الحملة السنوية اللي منقوم فيها اللي هي حملة أنت الحياة اللي بتشمل الكشف المبكر عن سرطان السدي اللي هي عبارة عن فحص سريري فحص إيكو وتصوير ماموغراف طبعا كلاتها خدمات مجانية مجانية قدمتوها للمرأة يعني خلال هيدا الشهر تقدم الخدمات مجانية ولا كانت يعني على فترات يعني من العام أنه ممكن تقدموها خدمات للمرأة تماما هلا نحن مراكزنا خدماتنا شبه مجانية ورمزية وبشهر التوعية أو شهر المزاري كانت خدمات مجانية للمرأة فنحن المرأة لدينا نولية أهمية كتير كبيرة بخصوصي بالأمور تمكين المرأة ومساعدتها ودعمة ودعمة إن كان نفسي أو كان مادة أو اجتماعي تمام أيضا بجمعية الشباب الخيرية شاركتوا بعدة معارض وعدة فعاليات يعني كانت موجودة هون محليا خلينا نقول وكان لكم هيدا الحضور كان لكم هيدا المشاركة الفعالة بهيدا المعارض فشو كانت أهمية مشاركتكم بمعارض متعددة وفعاليات متعددة محلية وشو كانت هي الأهداف يعني كمان أيضا شو قدمتوا برامج كنض من هيدا المعارض هلا كان لنا مشاركة بالمعرض ميديا إكسبو سيريا الثالث المعرض اللي بتشارك فيه وسائل الإعلام الإعلام والطباعة كان مؤخرا صحيح بالإضافة لجمعيات أهلية ووسائل الإعلام محلية وبعض الدول الصديقة كان هدف جمعيتنا من المشاركة هو تسليط الضوء على مرضى القصور الكلوي اللي نحن منقدم هاي الخدمات خدمات غسيل الكيلة منقدمها بشكل مجاني بالكامل مع كافة مستلزمات أو أدويتها بشكل مجاني بمركز الشباب الطبي بدمار فكان الهدف أنه نضوع هذا الموضوع ونشوف أنه كان يدعمه بشكل أو بآخر بالإضافة لأنه شاركنا بمعرض ديامونت بالنسبة للمعرض هو معرض فني وقدمنا فيه أعمال زوي الاحتياجات الخاصة شاركنا فيه كان أشغال يدوية أو فنية وغيراتها تمام يعني مجتمع على كل شريحة ربما بالمجتمع وترتقوا فيه يعني سواء من ناحية الأطفال السيدات الشباب المشاركين وأيضا زوي الاحتياجات الخاصة أي برنامج ممكن أنتوا تقدروا تغطوه أو تساعدوه خلينا نحكي يعني لقدام دائما بتشوفوا أفكار جديدة برامج جديدة شو هي أهدافكم القادمة كفكرة يعني مركز الشباب جمعية الشباب كيف ممكن هيك لقدام شايفين فيه أشياء جديدة مفروض ضوه عليها كمان طبعا هلا بالدرجة الأولى نحنا منسعى أول شيء لأنه نتوسع بالانتشار بالخدمات كافة يعني هلا حاليا نحنا خارج دمشق وريف دمشق خدماتنا بالدرجة الأولى تركيز على الأمور الطبية هلا منسعى دائما أنه نحنا نتوسع بالخدمات ويكون المشاريع التنموية والاجتماعية تنتشر طبعا هلا في كتير منها مثلا موجود مثلا مثلا نحنا مشروع الصيام عليك والفطور علينا اللي هو مشروع بيقدم سلة غزائية ومواد تموينية خلال شهر رمضان الكريم طبعا هذا المشروع هو ضمن كل المراكز الجمعية وبشمل تقريبا حوالي 8500 إسراء فنحنا دائما منسعى لأنه نتوسع بخدماتنا ضمن بقية المحافظات مثل هلا مثلا نحنا بدنا نفتح مركز طبي ثابت بدير الزور ومنسعى دائما أنه نحنا نستوعب شرائح جديدة نقدم خدمات ونشارك بفعاليات بما فيها صالح العام للمجتمع نعم تحاولوا قدر الإمكان التوسع بطبعا نشاطاتكم أو بخدماتكم الداعمة بالمحافظات يعني كاملة نحن شاء الله يرب تصيروا بكل محافظة أكيد نحنا منشط على أياديكم أنتم الأيادي البيضاء بهذهك جمعيات لما تقدموا الدعم النفسي والاجتماعي والإنساني لكل الشرائح المجتمعية لكن خلينا بإضاءة بسيطة على مركز ياسمين العلاجي للعلاج الفيزيائي يعني كمان المعالج الفيزيائي كان إلى حصة بخدماتكم وتقديم أيضا الدعم للمحتاجين للعلاج الفيزيائي فلو هيك نضوي أيضا هذه الإضاءة الطبية مركز ياسمين المعالج الفيزيائي بجبلة بالأطقية طبعا هو مركز أسس بالألفان وطمانطعش هو مركز مجهز تجهيزات كثير حديثة ومتطورة بيقدم المعالجات لجرح الجيش للمصابين اللي عندهم أزيات عصبية اللي عندهم مشاكل حركية ألام بالعمود الفقري طبعا مجهز بأجهزة كهربائية مجهز بأجهزة حركية يعني فينا نقول كل التجهيزات اللي بتساعد عن نقدم هاي الخدمات للناس اللي بتحتاجها إما بشكل مجاني أو بشي رمزي يعني طبعا بدنا نقلك كل التوفيق لإلك أستاذ رامي إن شاء الله يا رب دائما موفقين بهذا العمل الإنساني والمتميز كأي عدد شبابية وأيضا سوريا شكرا لإلك السلام الله يسلامكم وأنا بتشكركم كثير على الاستضافة الحلوية شكرا كثير لإلك أستاذ رامي بتوفيق لإلكون وطبعا لأهدافكم بجمعية الشباب الخيرية شكرا إلى كل حضورك معنا شليل يا كارب شكرا كثير شكرا لإشتراك 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 لإ